قال مدير عمليات الصليب الأحمر حول العالم دومينيك ستيلهارت قال إن معركة استعادة الموصل قد تستغرق شهورا الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين الخارجين من المدينة ستيلهارت أكد أن أعداد النازحين المصابين وصلت إلى أكثر من مائة شخص في بعض الأيام مضيفا أن استمرار المعارك الجارية في الموصل لفترة طويلة سيجعل المدنيين محاصرين بين جهتين مرجحا نزوح أعدد أكبر في الأيام المقبلة